متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا بكم في حلقة جديدة نتنول فيها تطورات زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى دولة ليبيا الشقيقة زيارة تتواصل يومين ولكن هناك تصريحات في مؤتمر صحفي مشترك تصريحات مزعجة بالنسبة لكثير من تونسيين تصريحات صادمة أيضا وأثرت ودود فعل قوية في تونس بش نحكيه على كل جوانب هذه الزيارة وحفوة الاستقبال وكل الاتفاقات اللي تم التطرق لها خلال هذه الزيارة لكن نقبل كل شي فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة ادفع للجرس بش تصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم النسيلكول مرحبا بمتابعيني الأوفيه متابعي قناة أسرار أهلا بكم النسيلكول اليوم ما اتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى دولة ليبيا الشقيقة مع وفد رفيع المستوى يجي بالتزامن مع استأنف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا ووفد رفيع المستوى ضمن رؤساء المنظمات الكبرى في تونس منظمة الأعراف اتحاد الشغل ومنظمة اتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري وأكثر من ألف رجل وسيدة أعمال تونسي توجه إلى ليبيا خاصة مع الحديث على ملف إعادة أعمال ليبيا من جهة الأعلامي سامير الويفي اكتب تدوين وقال استقبال كبير وباذخ لرئيس الحكومة هشام المشيشي في ليبيا وهو مرفوق بوفد وزاري ومئة رجل أعمال تونسي لكن كما قلت هذا الرقم أكثر من مئة هو أكثر من ألف رجل أعمال حسب تأكيد إذاعة موزايك في عديد المقالات اللي رجعت بش نثبت منهم وحفاوة الاستقبال تبشر بزيارة ناجحة بدأ أعدادها قبل مدة وليست مرتجلة ولا متسرعة وزيارة ليبيا مهمة جدا وهي بوابة زيارات أخرى خارجية من أجل تنشيط الاقتصاد التونسي وتجنب الهوية والوجهة القادمة خالجية ومهمة جدا يكشف سامير الويفي أن وجهة رئيس الحكومة القادمة هي دولة خالجية هل تكون قطر على إثر زيارة رجل الغنوش إلى دولة قطر أم لا هذا اللي بش نتبهوه في زيارات القادمة ولكن هذه زيارة أيضا تأتي في ظل جدل سياسي في تونس وكذلك حديث على أن الحزام البرلماني للحكومة بصدد البحث عن خليفة لهشام المشيشي هذه زيارة إذا نجح فيها المشيشي ستكون طوق ناجات بالنسبة إليه وستضمن بقاه على رأس السلطة وبش تمنع من الانتقادات من قبل خصوم السياسيين نجح إلى أبرز ما تم الاتفاق عليه في هذه الزيارة المهمة كما قلت لفما وفد كبير برشا من رجال الأعمال نجح في ثلاثة رحلات بالتزامن مع افتتاح أول خطوط عودة رحلات الجوية في اتجاه ليبيا وهذا مؤشر إيجابي جدا رئيس المجلس الاقتصادي التونسي أنيس الجزيري صرح لإذاعة موزيك وقال لفما أكثر من 500 رجل أعمال قادموا عن طريق البر وأكثر من 700 رجل وإمراد أعمال بيش يوصلوا اليوم العشية في رحلة جوية تم أيضا تسجيل مشاركة نحو 70 رجل أعمال تونسي من كل القطاعات في معرض اقتصادي مشترك لحضور وزيرية تجهيز والنقل وسط دعم كبير من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة أشؤون الخارجية مهم جدا هذا الدعم اللي ينم على انتلاق حقيقية للنساق التجاري بين تونس وليبيا رغم التحضير في ضغط وظروف صعبة كما أكد الجزيري وبطبيعة الحال إنعقد منتدى تونسي ليبي لإحياء طريق العبور التجاري للبلدين نحو إفريقيا برشة اتفقية وبرشة أمور اتناولتهم هذه الزيارة سواء على التبادل التجاري أو الرحالات بين تونس وليبيا مع إعادة فتح المعابر واستأنف الرحالات الجوية ولكن المؤتمر الصحفي اللي انعقد برئيس الحكومة التونسي ورئيس الحكومة الليبية ترق فيه إلى دعم ليبي خطاب مهم خطاب جيد جدا توجه به رئيس الحكومة الليبية على دعم تونس في البداية خلينا ركزوا على النقاط الإيجابية في خطاب رئيس الحكومة الليبية في المؤتمر الصحفي المشترك أكد على دور تونس ومكانتها في إعادة أعمار ليبيا أكد أيضا على حرص تونس على دعم الجانب الليبي والمتخصمين في ليبيا أيضا تونس ديما تؤكد وتدعو إلى الحوار لتجاوز الأزمات السياسية في ليبيا هذا الكل اللي حكي عليه حكي أيضا على دعم تونس إلى ليبيا على مر التاريخ ووقوف تونس إلى جنب ليبيا في الثورة وفي السنوات الماضية كفش تونس فتحت أبويبها وفتحت منازلها وفتحت حدودها إلى الأشقاء في ليبيا وقت اللي كانت فما وقت عصيب في ليبيا وكانت فما قصف وكانت فما حرب في ليبيا هذا الكل جيد وهذا يكون اللي لازم يتحط بعين الاعتبار في ملف إعادة الأعمار وفي مراعاة مصالح تونس خاصة وأنه هذه زيارة مهمة جدا ومهمة للغاية من جهته خطاب رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي كان متردد في الكلمة متاحة كان فما تونس مستعدة لتقديم التنازلات لتقديم الدعم لمراعاة مصالح الليبيين إيرك أنت ماشي يا سيد رئيس الحكومة ماشي لتدافع على مصالح تونس مش لتؤكد على دعم تونس لمصالح الليبيين وهذه نقطة سلبية في كلام رئيس الحكومة وأنه أكثر من اللازم تطرق إلى هذه النقطة جيد أنه يتم التطرق لمثل هذا الخطاب ولكن مش بطريقة كبيرة ومبالغة فيها لأنه زيد رئيس الحكومة الليبية طالب ووضع على الطاولة وضرب بقوة وطالب دعم وحماية مصالح الليبيين في تونس والمطالب كانت مجحثة وقوية وأثرت جدل كبير في تونس كيفاش؟ نلقاه مثلاً عبد الحميد الدبيبة طالب هشام المشيشي بالتدخل لاسترجاع أموال الليبيين المحتجزة هذا جاء في المؤتمر الصحفي لمشترك وطالبوا بأنه يدخل لفائدة عدد من المواطنين الليبيين اللي أموالهم احتجزت في تونس فترة عدم الاستقرار وقت لهجروا لبلادنا وعانوا برشا من هذه الحرب وطالب رئيس الحكومة الليبية نظيرها تونسي بتمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق من حق التملك بشكل مطلق ما معنى التملك بشكل مطلق يعني الليبيين هم أحراري نجموا يمتلكوا اللي يحبوا عليه يشريوا اللي يحبوا عليه عقارات أراضي أي حاجة يحبوا الليبيين يشريوها يعني غدوة نجموا نلقاه تونس مباعة إلى الليبيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى وتعرفوا الناس الكل اللي فما بعض الشروط للتملك في تونس بالنسبة للأجانب وتخضع إلى ترخيص الوالي وعديد الشروط والإجراءات الإدارية الأخرى هذا رئيس الحكومة الليبية عبدالحمدد بيبا يطالب بحق الليبيين وتمكن الليبيين من حق التملك بشكل مطلق كيفش يطلب من رئيس الحكومة لهو يؤدي زيارة رسمية إلى ليبيا ويطالب بشكل مطلق بحق التملك للليبيين بشكل مطلق تونس ليست للبيع والليبيين وغيرها يملكوا في تونس كما أي تونس ينجم يملك في بعض الدول الأخرى برشانيس قالت عاديش بيهم في تركيا أي حد ينجم يملك عقارات لكن فما إشكالية فما العقارات وفما الأراضي الفلاحية وفما الأراضي الزراعية وفما برشا أصناف من الأملاك اللي نجموا يملكوهم الأجانب ولكن لماذا بشكل مطلق؟ هلأ أتلاقى هذية؟ برشانيس استنكروا هذه التصريحات وصمت رئيس الحكومة المخصي اللي كان لازم يدفع على المصالح التونسية والتملك في تونس يخضع لعديد الإجراءات وعديد القرارات وعديد الترتيبات اللي مش ممكن تكون أي دولة مهما كان الدولة جارة دولة شقيقة دولة عنا معها مصالح نجموا نستفيدوا من ليبيا أما ليبيا زيدت تستفيد من تونس وهذا لازم تكون الزيارة الند بالند رئيس الحكومة ليبيا يعني يطلب بوضوح هذا المطلب ورئيس الحكومة ميشي ويأكد على أنه سيحمي وسيسعى إلى حماية مصالح ليبيا في تونس انترك ميشي بيش تدفع على مصالح تونس ومصالح التونسيين في ليبيا تمنينا نشوفه خطاب يدفع على الدولة التونسية على المعطلين على العمل على أصحاب الشهد التونسيين على السوق الليبية على دور تونس وما كانتها في إعادة الإعمار في ليبيا كذلك نلقى تصريح ثاني رئيس الحكومة ليبيا عبد الحميد أدبيب أعلن أنه سيرسل مساعدة طبية وأجهزة لبعض المستشفيات التونسية التي تعاني نقصا في الأجهزة الصحية لمقاومة جائحة كورونا بالجنوب التونسي وتعاهد أيضا بتخصيص جزء من دفعة كبيرة من اللقاح القادم لبلاده لفائدة تونس يعني بش يتمزع لنا بش يجيهم دفعة كبيرة من اللقاحات بش يعطي جزء منها إلى تونس هي هي منش ماشين الند للند ماشين زداء مش يطلب وليبيا اللي عانت لسنوات من الحرب من القصف زوز جيوش وزوز حكومات وزوز برلمانات وانشقاق وانقسام كبير واللي عانت الحرب واحنا بعد الثورة معاني رغم اللي عاننا أزانات سياسية ولكن ما وصلناش إلى منطقة السلاح رغم اللي صارت عملية إرهابية ولكن ليبيا ميدانيا كانت فما حرب دائرة في ليبيا اليوم ليبيا تحب تبعثنا مساعدة لمستشفياتنا وتبعثنا جزء من تلقيحة وأحنا ماشي نطلبه هذيك عليش رئيس الحكومة الليبية طالب بتمكين الليبيين من حق التملك المطلق وهذا خطير جدا ويمس من صورة تونس ومن مكانة تونس وتونس الله غالب اليوم تبعت الكل ناس لكلها حتى الجارة ليبيا يعني شفتوا تصريحاتها كيفش فيها احتقار للدولة التونسية ترجمة نانسي قنقر